مسألة إن إحنا نشجع أكتر المواطنين على تحويل عربياتهم للغاز وفي ظل المبادرة فده يبقى يساعد أكتر في مسألة تهدئة السوق تهدئة أسعار العربات في السوق اللي كنا بنتكلم فيها من كام يوم دي يمكن يمكن يعني أنا بفكر بس معكم الله بصوت عالي حقيقي وارد يعني أن النهار ده بكون بعمل مبادرة بأهدى الشكل وإن أنا أعمل مسألة التحويل ويا سلم سلم لو حطت عليها شوية تيسيرات كمان تبقى لطيفة طيب خلونا هنا ناخد معنا على التليفون أستاذ حمدي عبدالعزيز المتعدد باسم وزارة البترول أهلا 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 حمدي بيك بيك يا أستاذ ديو إزاي حضرتك يا أستاذ أستاذ أم شاهد أهلا بحضرتك يعني أنا كنت بقول أنه المبادرة دي من ساعة ما ظهرت وأنا من الناس التي تناصرها وتشجعها إلى أبعد الحدود أبعد الحدود وبعدين بتسأل دايما من الوقت للتاني هو فيه إمكانية أن نحن نسهل أكتر على المواطن أنه يقبل على المبادرة يعني أشجعه أكتر فادي له تيسير أكتر أزود مدة الإصطة يا حمدي بيه إذا ينفع يعني طبعا طبعا أنا عاملين تيسيرات كبيرة للمواطنين طبعا أنا عارفين منذ إطلاق المبادرة الرئاسية في يناير 21 من أجل أن الناس تتحفز على استخدام الغاز الطبيعي حلوة أنا عايزين أقول برد الجلواتي أن اختار البترول قطاع شود كبير جدا في هذا المجال من خلال إنشاء المحطات ووجودها في مختلف محافظات ميس مركز التحويل نفسيها اللي بتحوي في منتشرة في كل محافظات ميس عندنا أكتر حوالي أكتر من 140 مركز تحويل المبيعات نفسيها بتاعت الغاز الطبيعي تالت تزيد احنا في عدد عربيات دلوقتي بتشتغل بالغاز كوخود 538 ألف سيارة طبعا عارفين أن أهمية الغاز الطبيعي كمان برزت مؤخرا مع التحول الأخدر وغاز الغاز الطبيعي هو وقود مثالي وبديل للوقود الأحفوري اللي هو البنزين والمزوت والسرار وبالتالي احنا بنقول أنه هو ده حيلعب دور أساسي في مرحلة الانتقالية اللي جاية في مستقبل فيما يتعلق بي حضرتك بقى الإضافة طبعا لكونوا صديق للبيئة وقليل انبعاثات وقليل والآخر نحن نعمل تيسيرات في قطاع البترول بالنسبة للسادة المواطنين عشان يقدروا ينحفزهم فيه في الآخر خالص دلوقتي احنا أطلقنا أطلقنا العروض الخاصة بالأنظمة تحت الشركتين بتوع قطاع البترول اللي هم موجودين بالإضافة طبعا احنا فيه عندنا عارفين احنا خمس شركات فيه منهم شركات بتوع قطاع خاص وفيه شركتين تابعين لاخطاع البترول فيه تم اطلاق المبادرة أنه في حالة السادة التكلفة التحويل بالنظام الكاش بالنسبة للمواطنين بعض المواطنين بيفضلوا نظام الكاش عنديهم دي عبارة عن بنات تموين بأكتر من 3300 جنيه فيما تعلق بالتقصيد على مدة سنتين بدون فوائده دي برضك موجودة واللي عايز يقصد على مدار السنة فيه برضك بياخد هذه بنات بحوالي 2000 جنيه فاحنا عاملين عروض فيما يتعلق بالتحويل والتيسير على المواطنين عشان نقدر المواطن يستغل البنية الأساسية التي تعاملت وانفقت عليها الدولة واختعت بترول مبالغ ضخمة فيما يتعلق بالمحطات فيما يتعلق بمراكز التحويل واحنا دلوقتي عارفين ان احنا عندنا دلوقتي الخبرات الكافية هذا المشروع يشتغل من سنة 96 في مصر وبالتالي احنا العاملين في هذا المجال أصبحوا خبراء في هذا الموضوع والتحويل ما بياخدش أكثر من تلت أربع ساعات بيتم التحويل العربية من وقود بنزين إلى غاز طبيقات بعدين هو بيبقى وخود سنائي البنزين بيبقى موجود بيبقى سويتش والغاز موجود بخلال السويتش بيتم يعني نفترض أن السائق العربية بتاعته مثلا الغاز خلص في وقت لمحطات لسه أقرب محطة لسه قدامها مثلا كيلو أو اثنين أو ثلاثة يجري يحول مباشرة للبنزين وبالتالي ما فيش أي أعقابات قدام استخدام الغاز في السائرات بلإضافة أن الضخم الأكتيني بتاع الغاز الطبيعي أعلى كثيرا من ال95 كلها مزايا للمواطنين يجب أن نحن هم يشتغلوا هذه الامكانات الموجودة في مصر ويستخدموا الغاز كأخوض للسائرات وده هيبقى ليه بردك عاملين عامل به وعامل بالنسبة للدولة حيوفر الغاز البنزين والسولار اللي بيتمني استيراد جزء منه من الخارج وبالتالي أنت بتوفر العملة الصعبة بتاعتك في نفس الوقت بتعمل توازن ما بين الوخود اللي هو البنزين والسولار اللي هو المنتجات البترولية السائلة والغاز الطبيعي فكل دي كلها مزايا لتأمين مصادر التخف مصر طيب يعني برضو أين كان عندي سؤال أخير إحنا الوقت بنقصت على سنة وسنتين بس ولا عندي مدة تقصية أعلى لا لأنه هو في حضرتك بنقصت على سنة ونص أو سنة أو سنتين مفيش كده يعني نعمل مبادرة نزق زقف نحن نخليها ثلاث سنين أنا عايز أشجع الناس أكتر بصراحة حمدي بيه والله الحبيب دي بقى تحت الدراسة اللي انت عارف حضرتك موضوع التكلفة دلوقتي وفيه حاجات كتيرة من المكونات بتاعة التحويل والحاجات دي كلها بيتم السيرات بوزة منها من الخارج وبالتالي دي دعوا من حضرتك نشوف إن شاء الله يكون فيه خرار يجابل في هذا الشأن يا رب يا رب طيب بخصوص بقى التقصيط مع البنوك ده موجود مش كده؟ والله التقصيط مع البنوك ما أعتقد موجود ضدك بس إحنا بنقول إن إحنا بيتم التعامل من خلال البنوك وطبعا لما يقصت على ستاتين أو يقصت على سنة ونص أو الحاجة بيبقى من خلال بس يدوم فوائد يعني إحنا بنقول إنه حيتم يدوم فوائد لكن قد يكون من المناسب أيضا إنه يتم تعميم دي على البنوك بس البنوك هتاخد فايدة لو حد مثلا هيجي يقول والله أنا عايز أقصة المبلغ مثلا على خمس سنين ولا حاجة يعني اللي أنا بشوفه يا فندم إنه إذا هنعمل تعاون بروتوكول اتفاق ما بين الوزارة وما بين القطاع المصرفي إنه إن إحنا عايزين البنوك تقصت للناس على مثلا الخمس سنين بس تبقى الفايدة بتاعتها لطيفة ميسرة أسهل حاجات زي كده يعني يعني إن شاء الله خير إن شاء الله في الانتظار أشكرك جدا يا حمدي بيه كل الشكر أستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول أشكرك جدا يا حمدي